جرى بمراكش التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والمكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة المغربية للهندسة السياحية ومجموعة كلوب ماد وذلك من أجل تطوير مشاريع جديدة للفاعل السياحي الفرنسي بالمغرب وترم هذه المذكرة إلى توثيق مشاريع لتطوير نادي كلوب ماد وشركائه المستثمرين كما يسعى هذا الاتفاق أيضا إلى تحديد المواكبة التي سيتم تنزلها من لدن وزارة السياحة وكيانتها قصد التمكن من تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع هذا القطاع اللي عنده واحد العناية مهمة بقصده كيمتل تقريبا 7% الناتج الداخلي الخام في المغرب وكثر من 550 ألف منصب شغل في المملكة وعندنا واحد برنامج عقد مع قطاع السياحة لأولا نشتغلنا على الحفاظ على مناصب الشغل ومساعدة المهنيين في القطاع وغاية إن شاء الله مرحلة جديدة للإستثمار خصوصا بعد إنشاء الفون محمد السيسلي للإستثمار اللي غاية إحدى القطاع السياحة بواحد المنصب في هذه المرحلة للإستثمار هذه الشراكة الجديدة تهم استثمارات بقيمة 270 مليون درهم وستوجه إلى تأهيل وتوسع كلوب ماد المتواجد بمنطقة النخيل بمراكش وتأهيل كلوب ماد ياسمين تتوان مجموعة صندوق الإداع والتدبير تتموقع في الخطوط الأولى عبر هذا الاستثمار بصفتها فاعلا محوريا في الإقلاع الاقتصادي على الصعيد الوطني وأيضا بصفتها فاعلا مواكبا وداعما لسياسات القطاعية لا سيما في مجال السياحة بفتحنا لنادي كلوب ماد في منطقة النخيل بمراكش أردنا أن نظهر عزمنا على إقلاع السياحة العائلية في هذه المدينة الرائعة وتقديم دعمنا للمجتمع بمراكش لا سيما من يشتغلون في مجال السياحة ويعانون اليوم نستثمر أيضا للمستقبل من خلال توثيق مشاريع تطوير جديدة خاصة بتوطين كلوب ماد جديد بالصوير موغادور في وجهة متميزة بتاريخها وثقافتها وإبداعها المعترفي به من طرف اليونيسكو والمؤسسات الدولية الكبرى ويجدد كلوب ماد المتواجد بالمغرب منذ أزياد من ستين سنة وشركائه المستثمرين ثقتهم في وجهة المغرب ويوسعون من حضورهم عبر مشاريع جديدة للتنمية وكذا برمجة واسعة لابتكار وحدات سياحية قائمة موسيقى